اخوتي اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ديرها غازوينا سنبدأها بالرسالة اللي وجه جلالة المالك لرئيس الحكومة اعلق بالعملية الإحصاء العام للسكان والسكنة اللي سيبدأ ان شاء الله في نهايتها بالصيف مالك البلاد كان واضح لإحصاء العام ما نديروش غير باش نعرفوش حل حنا ونجمعوه أرقام ونخبيوهم ولا نبقى ونتكلمو عليهم في الإداعات والتلفازات والجرائد والمنتديات المالك وجه تعليماته لرئيس الحكومة وطلب منه أولا يعبقو كل وسائل باش ينجح الإحصاء وتكون أرقامه صحيحة وشفافة وقال ليه باللي خاصه يعجل باستغلال المعطيات ديال الإحصاء في تهيئ السياسة العمومية المناسبة لمعالجة الاختلالات اللي يمكن يكشف عليها الإحصاء وباش تصوب برامج كتتوافق مع المصلحة العامة ديال البلاد وكتجاوب مع المواطن وكتحسن ظروف عيشه هاد الكلام واضح ومعليه غبار خاص رئيس الحكومة يفهم باللي الإحصاء العام هو بحشي سكانير كيكشف على الأعضاء الصحيحة والمريضة في الجسم واللي صحيح رحنا كان نعتنيه بيه وبصحته باش يكون حسن ولكن المريض خاصنا نخضعوه العلاج بسرعة الإحصاء العام عنده دور كبير في تنميتنا ورفاهيتنا وتطوير بلادنا الإحصاء العام مهم لكل مواطن كيف مكانت أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية وخاص الحكومة تدير حملة معقولة وهادفة باش توضح العملية وقيمتها وتزول الخلط اللي يمكن يوقع المواطن باش تكون المعطيات صادقة ودقيقة الشكوك حول العملية وأهدافها ما خاصوش يتصرب المواطنين حيث صراحة اللي دازع للناس في هاد الايد واللي دازع لهم في هاد الشهور الأخيرة بخصوص غلاء المعيشة خلاهم ما بقاوش يصدقوا الخطاب الحكومي واللي كيدوز على المواطنين بمناسبة تعميم الحماية الاجتماعية وإحداث السجل الاجتماعي وطريقة احتساب المؤشر دي للفقر ومنهجية منح الدعم الاجتماعي والتضامني خلا الناس واللوك يتخلعوا ومن هنا خاص الحكومة التازم بالوضوح هذه عملية وطنية هي السابعة في تاريخ بلادنا منذ الاستقلال خاصها الدوز بنجاح وتوفيق ويساهم فيها الجميع بصدق ومعقول وشفافية وما عندها علاقة بالتهديدات الخاوية بحال اللي ما مربيش خاصنا نعودوا لي الترابي والوعود الكاذبة اللي تلقها المواطن سابقا بحال هادك الخطاب ديال تستاهله حسن حيث هاد البلاد كين فيها الحمد لله شي حويج كيفرحوا وكيبعتوا على الامل والاطمئنان ورح نشفنا وليل عهد تبارك الله عليه وهو كيد شن اكبر محطة في افريقيا ديال تحلية الماء الحمد لله هالمحطات اللي تنجزات واللي جاية في الطريق قادرة تاهم فرحتنا واستقرارنا وتأمن حياتنا بهاد المادة الحيوية الضرورية للعيش هاد المحطات غاي ساهمه في توفير الامن المائي وحتى الغدائي ولكن مادم تتكلفة مكتح شرخيصة خاصنا نساهمه كاملين كمواطنين مسؤولين على حياتنا ورحتنا ومستقبل الاجيال القادمة نساهمه جميع في ترشيد الماء واقتصاده وتبقى عينينا دائما موجه لله باش يجود على عباده بالمطر النافع والحكومة واجب عليها تبحث على كل وسائل المتطورة في هاد المجال باش يستفد منها على المغرب وراه سبق المالك وجهها التعليمات لرئيس الحكومة باستقبال خاص حول هاد الموضوع خاص رئيس الحكومة يتعامل مع الامن المائي والغدائي والدوائي بمسؤولية وبجدية كبر نخاف لتخلط عليه الامور ويتخلط عليه الماء بالمحروقات وبوطاقاز حت كيف مكن الحال محسناش بهاد الجدية والمسؤولية في تدبير موضوع المحروقات ثمن راه نزل في الاسواق العالمية ولكن في المغرب وخش شركات ومنهم شركات رئيس الحكومة ربحات عشرات الملاير ديال الدرام فوق اللي خاصتها تربح وهاد الفلوس اراها كانت قادرة تأهلين القورة المغربية كاملة وتفكها من العزلة وتضمن الاستقرار للسكان ديال البادية باش ميهاجروش الاراضي ديالكم ولكن اش غنقول لكم ارا هم كيتعاملوا بسياسة النخال واحنا ما غنعطيوهم اشتقار وحتى هادك المجلس ديال المنافسة راه الواقع كيقول باللي خاصه يسد بيبان ويهنينا حيث بالنسبة لنا الفلوس اللي كتصرف عليه وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المستشارين ومجلس حقوق الانسان ومن دوبية المقاومة وحتى هيئة محاربة الرشوة وغيرها كثيرة راه بحالي لكن خويه ولم فرم له اما المنفعة راه ما كيناش ده بكون غير هاد رئيس الحكومة درجوش لحويش زوينين راه المغاربة ما عمرهم ينسوا اللولة يعمل على تخليق الحياة العامة في البلاد طبعا بداية من محاربة الفساد والرشوة ومواجهة تضارب المصالح والمنافع وخي يتعلق الامر بيه بنفسه والتانية يصلح نظام الضرائب بالمعقول بلا عقد بلا مصاطر صعيبة المغاربة بغيين يخلصوا الضرائب ولكن يتعذبوا من اللي يمشي ويخلصوها ودك الشي اللي كيتقال في الإعلانات رغير كله مهضرة خاص رئيس الحكومة يعرف ان بعض المسؤولين في الإدارات والمؤسسات العامة مشوا بعيد في الاقتناز والاغتناء خاص رئيس الحكومة يتلفت في جنابه حيث المجتمع المداني بدك يتحرك تجاه المطالبة بإقرار خطاب من أين لك هذا خاص رئيس الحكومة يعرف ان هناك مسؤولين أرجرتهم بين ما بين 40 و 50 ألف درام وتقلدوا المسؤولية غير هذه 4 سنين أو 5 والآن راهم يمتلكوا عقارات كتسوها مليار وجوج المليار والفوق وأجيوا نتحاسبوا معه راهيلا كانوا خدموا خمس سنين مثلا في المسؤولية بأجرات 50 ألف درام يعني عنده 60 مليون في الآن ونمشيوا بعيد ونديروه مثلا مشرب مصافر ممرض ما عنده ولاد ما حكي راسو ما حكي جيبو يعني نخليوليه فلوسه كاملة كيف دازتليه في الأجراء وما عنده ضو ما عنده ما ما كيخلص الانتغنت ما كيشري المحروقات لطموبيلتو ما كيدير لها الفيدونج ما كيشري خدمات من الدولة ما كيخلص ضرائب فلوسه كاملة ممستهاش إيوه أنتم أخوتي النتيجة أعطاها 60 مليون سنتيم في العام وثلاثة المليون ديال الدرام في 5 سنين يعني ما تشريش ليه حتى شقة في الرباط داب هنا خاصنا نسوله منين جاتوا الفيلا ومنين جاتوا العقارات اللي هي بالملاير وهذا الزمن جاي وكل شي غايت تكشف والحمالات اللي خاصتها تكون هاديفة خاصتها تسول منين جال مليار لول هاد الناس اللي راه زع ممسؤولين إلا بغيتوا تحاربوا الفساد والممارسة المسخة راه كين ألف باب باش نحاربوها حنا في برلمان بوان كوم بدينا جوج حمالات تعطاوه نتائج كبيرة وراهم استمرين اللولا ديال صناعة المحتوى وضرورة الرقيب المضامين ديال اليوتيوب الوطني والتانية ديال المحاربة المسترية والمؤسساتية ديال الابتزاز والتشهير وقريب غنديرو حملتنا على الغش والتدليس وحملتنا على الفساد الإداري والاقتصادي بكل أنواعه وهذا راه واجب ومسؤولية إعلامية طبعا وهي فرصة كيعطي بها موقع برلمان بوان كوم المثال والنموذج ديال الجدية المهنية والمسؤولية الإعلامية ماشي العمليات المشبوهة ديال حط الكاميرا قدامك ويعطيها للجمعية ودير الحلقة وتقرقي بالناب وفي الأخير سمعوا معي لهذا السيد اللي تكعل سبعات الملايين وزادهم على أملاكه ومشاريعه واستثماراته وكمل الكوزينة وبيت النعاس اللي كانوا خاصينه ولا غير دايز وكي يقرق بالناب ديال ما جات عني واحد السيدة قلت لي يارا عندي قلت لي سبعة ولا ستة الأولاد وغن نولد السابع وغن نموت وغن خليهم يتاما عافك بغيتك توقف معي في هذا الأولاد وغن نقول الله حصيلة وياك تبندك المرة مهلوكة أنا ما أمرني عرفت زعيم سياسي تحول المسعف صحي ومساعدة للقابلات في الولادة وإلى كان دارها من الباب الإنساني والتضاموني وراها ما خاصناش نجمع بها ونفضحوا طلب هذه السيدة بلا إيدنا حفظاً الكرامتها ووزع مكره أمناتك على وضعها صحي ولكن راه كل شي ممكن معهدسي هاد الشي اللي أعطى الله وديرها غازوينها ترجمة نانسي قنقر موسيقى